ثم تطور لافت تشهده الساحة السياسية حول التوصل لاختيار رئيس وزراء جديد قراءة يتبنىها مراقبون بعد تأزم المشهد السياسي وغياب حكومة فاعلة على الأرض في ظل حكومة حالية تقع تحت مسمى تصريف أعمال يومية حكومة جديدة برئيس جديد يحمل في جعبته ما يريده المواطن العراقي طال انتظارها من قبل الشارع المحتج التوافق بين الطيف الشعبي والأطراف السياسية والكتل والمرجعية كان غيابه السبب في تأخر اختيار رئيس الوزراء لكن بعد الحديث عن تقارب بين الفتح وسائرون كقطبين سياسيين ثقيلين في ميزان السياسة العراقية ويؤثران في مطابخ القرار كما نطق به النائب عن تحالف البناء قصي عباس الشبكي يعود ترتيب الأوراق من جديد في تفسيرات مختلفة منها ما يثير المخاوف بشأن ان يكون التقارب تحالفا لتحقيق مصالح سياسية مشتركة فيما تجمع بعض القوى ككتلة البناء واعتلاف النصر على ان التقارب يصب في مصلحة اختيار رئيس الوزراء وصنع تلاحم بين كتل سياسية اكثر مما مضى سيما كما تقول النائبة عن اتلاف النصر ندى جودة انه تلاحم جاء بعد خلافات تنستها كتل سياسية سيما بعد اغتيال نائب رئيس هيئة الحجد الشعبي ابو مهدي المهندس وهذا ما يؤكده تحالف سائرون ويجزم ان القوى السياسية وصلت الى قناعة تامة بضرورة اختيار شخصية تتناسب وطبيعة المرحلة وليست برغبات الاحزاب ما يعزز تفسيرات كهذه هو الوصول الى نتيجة ان حكومة عادل عبد المهدي اصبحت خارج حسابات التقاربات السياسية المتسارعة في اشارة الى توفر نوايا اختيار الرئيس الجديد وانهاء ازمة الشارع لكن بعض المسائل كالتحضير الانتخابات المبكرة والتي تشدد عليها قوى سياسية كتيار الحكمة واعتلاف النصر لا يمكن البت فيها فهي رهينة نشر القانون في الجريدة الرسمية لتبقى ساعات ترقب الانفراج المنتظر بين التفاؤل باختيار الرئيس وزراء يقود المرحلة بنجاح ويلقى مقبولية في الاوساط الشعبية والسياسية والمرجعية من جهة وحذر من عودة مسلسل التحالفات لاجل تحقيق المصالح السياسية والحزبية من جهة ثانية اشتركوا في القناة